عقدان من الموازنات الضخمة والخدمات في العراق تراوح مكانها حتى بدأت المؤسسات الخدمية الحكومية عاجزة عن تغيير واقع الخدمات المنهار في البلاد الأمر الذي يرجع المختصون لاعتماد الخدمات إلى حد بعيد على العائد المالي والمنفعة التي تحققها للمسؤولين لجنة الخدمات النيابية من جهتها أقرت بوجود عدز واضح في تقديم الخدمات للمواطنين من قبل الكثير من المؤسسات الحكومية الخدمية المختلفة رغم وجود كل التقصيصات المالية والقضايا الأخرى مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى طريقة إيصال الخدمة عبر القطاع الحكومي وهي طريقة خاطئة للغاية في وقت تعتمد دول العالم على القطاع الخاص في تقديم الخدمات في مجالات الماء والكهرباء ورفع النفايات أعضاء في لجنة الخدمات النيابية أكدوا أن أحد أسباب التخبط هو المحاصصة التي تحول دون اختيار الشخصيات ذات المؤهلات المطلوبة لإدارة المؤسسات مؤكدين أن الفساد وغياب المتابعة الحقيقية يؤديان إلى تداخل الصلاحيات حيث ينشغل أغلب أعضاء المجالس بمتابعة مكاسبه ومغانمه من المشاريع بدلا من الرقابة مما يسهم في التراهل الوظيفي وقلة الاختصاص من جانبه بين المستشار الحكومي مظهر محمد صالح أن الموازنات التشغيلية خلال 21 عاما بلغت تريليون ونصف تريليون دينار حيث أنفق ربع الموازنة على مشاريع التنمية بينما كانت باقي الموازنات التشغيلية مضيفا أن الموازنات منذ عام 2008 تضمنت نحو 7 ألاف مشروع استثماري بتكلفة 200 مليار دولار لم ينفذ منها سوى بضع عشرات من المشاريع مختصون شاروا بدورهم إلى أن المحاصصة تعد أحد العوامل الرئيسة في انهيار ملاف الخدمات في العراق يضاف لذلك نقص التشريعات في القطاع الخدمي فضلا عن أن الفساد وغياب دور المؤسسات الرقابية أبقى الخطط والمشاريع في ملف الخدمات مجرد أوراق منضدة